بعد صراع دموي دام نحو عامين وأودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بممثلين من جبهة إقليم تيغرايا في لقاء يعد الأول من نوعها منذ توقيع اتفاقية بريتوريا ونيروبيل السلام الاجتماع الذي بحث تنفيذ المزيد من إجراءات التهدئة لإعادة الأمن والسلام إلى الإقليم ناقش أيضا تقييم ما تم تنفيذه على الأرض في تيغرايا منذ توقيع الجانبين على اتفاقية وقف إطلاق النار والسلام وكبادرة حسنينية تجاه سكان إقليم تيغرايا وعدت الحكومة الإثيوبية باتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية لبناء الثقة وتسهيل حياة المدنيين وجه رئيس الوزراء أبي أحمد تعليمات بزيادة الرحلات الجوية إلى منطقة تيغرايا وتسريع الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات التي تعزز الثقة المتبادلة وتسهل حياة المواطنين بالمقابل أكد قادة إقليم تيغرايا جدية مساعيهم الرامية لطي صفحة الحرب معبرين عن ذلك صراحة خلال لقائهم رئيس الحكومة الإثيوبية المحادثات مع الحكومة ركزت بشكل خاص على تعافي القطاع المصرفي وعلى النقل البري إلى تيغرايا من جانب المسؤولين والشعب في إقليم تيغرايا لا مصلحة في العودة إلى الحرب استئناف اللقاءات المباشرة بين قادة جبهة تيغرايا والحكومة الإثيوبية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حياة الملايين من سكان الإقليم الذين عانوا من القتل والتهجير والتجويع على مدار عامين